اهلا بحضراتكم من جديد محمد شريف بقى راس حربا وتحته بير ستاو وعلى يمينه حسين الشحات وعلى شماله طاهر وهنا انا استخدمت القوة استخدمت القوة في الاول وبعدين اختم بعبدالقادر وقفش دي طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد او اربعة اتنين 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 اللي هو بقى بيجربها ميزة عند الراجل يستحيل تعرف هو هيعمل ايه انا دلوقتي النادي الاهلي من اول السنة بيلعب تلاتة اربعة تلاتة وبقى حمد فتحي هو اللي في قلب السردباكين كانوا بدر بنون وايمن اشرف وبعدين بقى ياسر ابراهيم وعبد المنعم وبعدين بقى رامي رابيع يعني تغييرات في السردباكات كتير لكن تلاتة بيلعبوا في القلب وبعدين اربعة تلاتة ادي واحدة بعد كده طورها في مباريات كان هو متأخر فيها لاربعة اتنين تلاتة واحد بقى بنزل افشا وساعات عبدالقادر والعب اربعة اتنين تلاتة واحد من قريب من مباراة المصري تقريبا اللي المصري كسبها واحد سفر بدأ يفكر في اربعة اربعة اتنين مزبوط الطريقة اللي حضراتك بتقول عليها جابت نتيجة وحشة قوي في الاول صح في الاول وبعد كده بدأوا اللعيبة يبقى فيها تجانس تلاحظ ان اللي عامل الجون لشريف هو بيرس تاو نعم فاكر مباراة في الرجاء يا كابتين في الرجاء ضغط بضغط عارف نواب لعب تلاتة رح لعب اربعة لا قد مزبوط فهو ميزة الراجل ده ان المدير الفني للوداد وهو بيحضر للمباراة هو مش عارف الاهلي ممكن يلعب ازاي هيلعب ازاي نعم هيضغط من فوق ولا هيستنى في نص ملعبه هيختار القوة ولا هيختار المهارة طب هلعب تلاتة اربعة تلاتة ولا هلعب اربعة اتنين تلاتة واحد طب حتى لو هلعب اربعة اتنين تلاتة واحد مين الاطراف حسين الشحات وطاهر واختار القوة والسرعة وبعد كده المهارة ولا هيبقى بير ستاوي مين وعبدالقادر شمال وقفشة في القلب ومحمد شريف كراس حربة او بير ستاوي فهنا مستر موسماني عامل حاجة كويسة جدا انه محفظ الفرقة كذا طريقة بكذا فرد او بافراد مختلفين تقول لنا الانسبلي اربعة اتنين تلاتة واحد اللي هم مين بقى اللي هو انه يكون قولي الاسماء بقى بدات الشرناوي الشرناوي محمد هاني وعلي معلول اطراف ياسر ابراهيم وايمن اشرف ولا رمي ربيع لا ياسر ابراهيم وايمن اشرف يعني وجهة نظري نعم عشان ايمن اشرف في بداية الهجمة بالشمال وهيغطي على علي معلول في نص الملعب يبقى ديانج وحمد فتحي واصبروا على السولية علشان موضوع التلاتة وتلاتين يوم اللي قال عليهم سامي يعني برضو ما تغطش عليه من الاول ويبقى يمين بير ستاوي وشمال احمد عبدالقادر وافشة تحت محمد شريف ديت هتديني سرعات عند محمد شريف وبرس تاوي بير ستاوي بيلعب ناحية اليمين كويس قوي بيرس متعلق الفترة الأخيرة جدا اه وبدأ يرجع في فرمته السرعة زادت اللي عنده فتنس كويس اللي ما هتلاقيه بالضبط الناحية الشمال كمان انا عندي نقطة مهمة جدا ان احمد عبدالقادر وعلي معلول بقوا بيلعبوا على المغمض نعم بقوا بيلعبوا على المغمض حفظين بعض لدرجة انه هم عبدالقادر بيخش الجوة علي معلول بيطير من وراه بقوا بيلعبوا البعض حفظوا بعض وافشة هيودي الناس دي كلها فعندك سرعات محمد شريف عندك سرعات بير ستاوي عندك مهارة احمد عبدالقادر عندك مهارة افشة عندك زيادة ديانج وعندك تأمين حمد فتحي الملعب كله اذا تشكيلة وليد صلاح الدين اربعة اتنين تلاتة واحد حرص المرمى محمد الشناوي باكرات محمد هاني باكرات محمد هاني باكرات محمد المعلول ايمن اشرف ومع ياسر ابراهيم حمد فتحي وغالو ديانج وافشة وفي الليمين بيرسيتا وفي الشمال احمد عبدالقادر وفي راس الحرب شريف وتحته مجد افشة دي تأسيم تانا تأسيم تانا طهر محمد طهر اه تأسيم تانا من الاول يعني هاختار المهارة على حساب القوة طيب